الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله جميعا في هذه المحاضرة ضمن هذه الدورة العلمية المقامة المسجد الحرام بمكة المكرمة والتي تنظمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وأشكر الإخوة في الرئاسة العامة والإخوة في التوجيه والإرشاد على إقامة هذه الدورة وأسأل الله تعالى أن ينفع بها عنوان هذه المحاضرة أو هذا الدرس نوازل الحج وقبل أن أتحدث عن هذه النوازل أشير إلى فضل هذه العبادة فإن الحج عبادة عظيمة من أجل وأفضل العبادات وغركن الخامس من أركان الإسلام ولله على الناس حجوا البيت من استطاع إليه سبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين هذه العبادة لها خصوصية وميزات ليست في غيرها ومن ذلك أن هذه العبادة إذا وقعت على الوجه الأكمل فإنها تكون مكفرة لجميع الذنوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والحج المبرور هو الذي أتى به صاحبه على الوجه الأكمل ولم يقع منه فيه إثم ولا معصية ويقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه اتفق عليه وقد جاء في صحيح مسلم في قصة إسلام عمر بن العاص أنه لما أتى يريد أن يسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبسط يدك أبايعك فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمر يده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت يا عمر ذلك قال أردت أن أشترط قال تشترط ماذا قال أشترط أن يغفر لي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وهذا هو موضوع الشاهد وأن الحج يهدم ما كان قبله أي يهدم ما كان قبله من الذنوب والمعاصي فهذه الخصيصة وهي أن الحج يكفر جميع الذنوب بما فيها الكبائر لا توجد في غيرها فمثلا صيام رمضان يكفر الصغائر الصلوات الخمس تكفر الصغائر كما قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم فهنا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن تكفر الصلوات الخمس والجمعة ورمضان إنما هو للصغائر دون الكبائر بينما الحج يقول عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وهذا يعني أنه تحط جميع عنه جميع ذنوبه الصغائر والكبائر ولكن هذا التكفير تكفير الحج المبرور للذنوب خاص بما كان متعلقا بحقوق الله عز وجل وأما ما كان متعلقا بحقوق الآدميين فلا يكفره الحج ولا غيره فلتبقى حقوق الآدميين لأصحابها ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الشهيد الذي يقتل في سبيل الله قال لما أخبر بأنه تحط عنه ذنوبه قال إلا الدين قال إلا الدين فإن جبريل قال لذلك فحقوق الآدميين تبقى لأصحابها وهذا يدل على خطورتها ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأنها في أعظم مجمع في عهدها عليه الصلاة والسلام في خطبة عرفة قال أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أيها الإخوة عندما نتكلم عن النوازل فالمراد بالنوازل المسائل المستجدة التي لم يسبق فيها نص ولا اجتهاد وكذلك أيضا يدخل في ضابط النوازل المسائل القديمة لكن طرأ عليها ما يستدعي إعادة النظر فيها فالنوازل إذن تتناول هذين الأمرين وأذكر جملة من نوازل الحج والتي يكثر السؤال عنها أولا نحن الآن نعيش في نازلة وهي جائحة كورونا التي لا تزال على أشدها وهذه الجائحة لها أثر على بعض الأحكام الشرعية ومن ذلك الحج أولا ينبغي لمن أراد أن يحج أو يعتمر أن يحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية ومن ذلك أخذ اللقاح ومن ذلك الأمس الكمامة ومن ذلك البعد عن التجمعات ونحو ذلك مما يوصي به المختصون فإن هذه من الأسباب التي يفعلها الإنسان اتقاءا لانتقال العدوى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد ولما أتاه وفد من ثقيف وأخبر بأن فيهم رجلا مجذوما قال أخبروه لا يأتي فإن قد بايعنا وهذا من باب فعل السبب فإن المسلم مطلوب منه أن يفعل السبب وفعل السبب جزء من التوكل على الله عز وجل لأن حقيقة التوكل على الله هي صدق اعتماد القلب على الله مع فعل الأسباب المأذون فيها تأتي من النوازل هنا أن كل من أراد أن يحج هذا العام في ظل ظروف هذه الجائحة جائحة كورونا ينبغي له أن يشترط أن يشترط عند الإحرام فعندما يريد أن يهل بالحج أو بالعمرة فمثلا يقول اللهم لبيك عمرة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أو يقول اللهم لبيك حجا وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أرى أنه في هذا العام ينبغي لجميع الحجاج أن يشترط لأن وباء كورونا لا زال حاضرا والإنسان لا يدري ما يعرض له فما يدري ربما يصاب بهذا الوباء حتى من أخذ الجرعتين قد يصاب بهذا الوباء وربما إذا أصيب بهذا الوباء قد لا يتمكن من إتمام الحج ولذلك مدام هذا الوباء حاضرا وموجودا فينبغي لجميع الحجاج هذا العام أن يشترطه نعم في الظروف المعتادة كنا نقول إن الأفضل أن لا يشترط الحاج والمعتمر إلا إذا خشي من عائق يعوقه كإنسان مريض يريد أن يشترط خشية أن يتفاقم معه المرض فلا يستطيع أن يكمل عمرته أو يكمل حجه أما من كان لا يخشى من عائق يعوقه فلا يشترط لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالاشتراط امرأة واحدة فقط مع أنه قد حج معه قرابة مئة ألف لكنه أمر امرأة واحدة وهي ضباعة بنت الزبير بالاشتراط لكونها كانت مريضة ولم يشترط عليه الصلاة والسلام ولم يؤمر بالاشتراط بقية أصحابه فالأصل أن الإنسان أن الأفضل في حقه أن لا يشترط إلا إذا كان يخشى من عائق أعيقه لكن نحن الآن في ظل ظروف هذه الجائحة جائحة كورونا أرى أن جميع الحجاج هذا العام ينبغي لهم الاشتراط وذلك لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له هذا الوباء لا زال قائما هذا الوباء لا زال حاضرا هذا الوباء يمكن أن يصيب أي إنسان حتى من أخذ الجرعتين ولذلك فالأولى أن يشترط جميع حجاج هذا العام حتى لو قدر أن أحدهم أصيب مثلا بهذا الوباء فله أن يتحلل ولا شيء عليه وهذه هي فائدة الاشتراط أن من اشترط وقدر له أن لا يكمل الحج فإنه يتحلل ولا شيء عليه فائدة الاشتراط أن من اشترط ثم حصل له عائق يعيقه فلم يستطع إكمال الحج فإنه يتحلل ولا شيء عليه بينما الذي لم يشترط يكون حكمه حكم المحصر يأخذ حكم المحصر وهكذا أيضا من أتى للعمرة أو للحج وقصر في الإتيان بالمتطلبات النظامية ولم يمكن من العمرة أو الحج فهذا يكون حكمه حكم المحصر والمحصر حكمه أنه يحلق رأسه ويذبح هديا يحلق رأسه ويذبح هديا ويقضي الحج من عام قابل يقضي الحج من عام قابل على خلاف بين علماء هل هذا على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوه أيضا من النوازل المتعلقة بهذه الجائحة أنه لا بأس أن يستخدم المحرم المعاقمات لأن هذه المعاقمات ليست طيبا وإنما هي للتعقيم فقط ويحتاج الحجاج في ظل ظروف هذه الجائحة إلى استخدام هذه المعاقمات وستوضع في المخيمات وتوضع في عدة أماكن فنقول لا بأس للمحرم سواء كان رجلا أو امرأة أن يستخدم هذه المعاقمات اللهم إلا أن يكون هذا المعاقم هذا المعاقم معطرا إلا إذا كان هذا المعاقم معطرا فإذا كان معطرا فيجتنبه المحرم ويستخدم غيره من المعاقمات لكن معاقمات الموجودة الآن السائدة هذه ليست معطرة لكن لو افترضنا وجود معاقم معطر هنا يجتنبه المحرم ويستخدم غيره من المعاقمات غير المعطرة وهذا يقودنا إلى حكم استخدام المعطرات الحديثة للمحرم عموما المحرم يجب عليه أن يجتنب الطيب رجلا أو امرأة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الذي وقصته راحلته قال لا تخمر رأسه ولا تحنطه وفي لفظه ولا تطيبه فإذا كان هذا في المحرم الميت وفي المحرم الحي من باب أولى فالمحرم ممنوع من الطيب بالإجماع سواء كان هذا الطيب ملموسا أو كان على شيء ملبوس أو كان مأكولا أو مشروبا مثل الزعفران مثلا الذي يكون في القهوة أو الشاي أو نعناع ونحو ذلك إذا كان هذا الزعفران موضوعا مع غيره فالزعفران طيب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا يلبس المحرم شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس فهنا النص على أن الزعفران أنه نوع من الطيب فالمحرم لا يشرب قهوة أو شاهي أو نحو ذلك مما فيه زعفران وكذلك أيضا يجتنب الطيب بجميع أنواعه ومن ذلك ومن ذلك أنه يجتنب المناديل المعطرة يجب على المحرم أن يجتنب المناديل المعطرة وأن يقتصر على المناديل غير المعطرة وكذلك أيضا يجتنب الصابون المعطر والشامبو المعطر وكل ما كان فيه عطر كيف يعرف أن هذا الصابون معطر أو ليس معطر الجواب يقرأ مكوناته إذا كان فيه عطر يكتب ضمن المكونات عطر أما إذا لم يكن فيه عطر فلا يكتب وأما وجود النكهة هذه ليست عطرا مثل الموجود في الصابون التائذ هذه نكهة ليست عطرا لكن بعض أنواع الصوابين خاصة الصوابين السائلة عندما تقرأ المكونات تجد أن من ضمن المكونات عطر فهنا يجتنب المحرم هذه الصوابين المعطرة ويجتنب الشامبو المعطر ويجتنب المناديل المعطرة ويجتنب كل ما كان معطرا لأن المحرم ممنوع من الطيب بجميع صوره وأشكاله أيضا من المسائل التي يكثر السؤال عنها ولها تعلق بهذه الجائحة جائحة كورونا مسألة حكم لبس الكمامة للمحرم وللمحرمة الكمامة هذه يوصي بها الأطباء في الفترة الحالية لأنه يتقى بها انتقال العدوى هل المحرم ممنوع من لبس الكمامة وهل هي أصلا فيها تغطية للوجه لو افترضنا أن فيها تغطية للوجه فهل المحرم ممنوع من تغطية وجهه هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء والقول الراجح أن المحرم ليس ممنوعا من تغطية وجهه لأنه لم يلد في ذلك نهي صحيح عن نبي صلى الله عليه وسلم في تغطية المحرم لوجهه وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الذي وقصت راحلته وهو محرم وجاء في بعض الروايات ولا تخمر رأسه ولا وجهه فهذه الزيادة ولا وجهه قد جاءت في إحدى روايات مسلم ولكن الرواية المحفوظة هي الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم وهي ولا تخمر رأسه بدون زيادة ولا وجهه ومما يدل لهذا أن الإمام مسلم رحمه الله أورد أولا الرواية المحفوظة الصحيحة ولا تخمر رأسه ثم أتبعها بالرواية الأخرى ولا تخمر رأسه ولا وجهه والإمام مسلم أحيانا أو في كثير من الأحيان يورد الرواية الضعيفة بعد الرواية الصحيحة تنبيها على ضعفها تنبيها على ضعف تلك الرواية الضعيفة مثل حديث غير شعر هذا ثم أورد بعد ذلك الرواية الأخرى بزيادة وجنبه السوان وزيادة وجنبه السوان غير محفوظة فهذا هو منهج الإمام مسلم الصحيحة أنه أحيانا يورد الرواية أو في كثير من الأحيان يورد الرواية الضعيفة بعد الرواية الصحيحة تنبيها على ضعف الرواية الضعيفة فإذا زيادة ولا وجهه غير محفوظة وعلى ذلك فالقول الراجح أن المحرمة ليس ممنوعا من تغطية وجهه وعلى هذا فلا بأس بأن يلبس المحرم الكمامة وأما بالنسبة للمحرمة فترد مسألة النقام فإذا المرأة لبست الكمامة على وجه يشبه النقام فأي فرق بين الكمامة وبين النقام ولهذا فالقول الراجح بالنسبة للمرأة المحرمة أنها إذا لبست الكمامة مغطية أنفها وفهمها فقط أن هذا لا بأس به لأن هذا لا يشبه النقام أما إذا جعلت الكمامة مغطية لوجهها ولم يبدو منها سوى العينين فهذه الكمامة شبيهة بالنقام ولذلك المرأة المحرمة إذا أرادت أن تلبس الكمامة فينبغي أن تقتصر في لبسها على تغطية الفم والأنف فقط وأن لا تجعلها مغطية لمعظم الوجه لأنها إذا فعلت ذلك فإن هذه الكمامة تكون حينئذ مشابهة للنقام والمرأة المحرمة ممنوعة من النقام من النوازل الحج مسألة اعتبار جدة ميقاتا هذه مسألة تكلم عنها الفقهاء السابقون لكن باعتباري أن أكثر الحجاج اليوم إنما يأتون إلى مكة عن طريق جدة يعني أكثر من 90% من الحجاج إنما يأتون عن طريق جدة عبر الجو أو البحر ومن هنا يعني بعض أهل العلم طرح هذه المسألة واعتبر جدة ميقاتا وبعضهم قال إنها محاذية لبعض المواقيت والواقع أننا إذا نظرنا إلى مدينة جدة نجد أنها دون المواقيت وأنها لا تحاذي أي من المواقيت بدليل أن من أراد أن يأتي إلى مطار جدة من أي جهة سواء كان من جهة الشرق أو من جهة الشمال أو من جهة الجنوب أو من جهة الشمال الشرقي أو من جهة الجنوب الشرقي أو من جهة الجنوب الغربي أو الجنوب الشمالي أو من جهة الشمال الغربي لا بد أن يحاذي أحد المواقيت لا بد من محاذات أحد المواقيت ما عدا جهة واحدة ذكر الفقه قديما قالوا إنه يمكن أن يصل فيها إلى جدة من غير أن يحاذي أي من الموقيت وهي جهة الغرب من مدينة سواكن بالسودان فهذه قالوا إنه يمكن أن يأتي الإنسان إلى مدينة جدة ويصل إلى جدة من غير أن يحاذي أي من الموقيت ولهذا رخص الفقه في من أتى من مدينة سواكن بالسودان أن يحرم من جدة ومن عداهم فليس لهم تأخير الإحرام حتى يصل إلى جدة لأنه لا بد أن يحاذوا أحد المواقيت قبل وصولهم إلى مطار جدة وفيجب عليهم عند محاذاة المقات أن يحرموا من المقات الذي قد مروا به ومن قال إن جدة مقاتا ربما الذي حملهم على ذلك هو الخطأ في فهم معنى المحاذات فإن المحاذات ليس معناها توصيل خطوط بين المواقيت ثم نظر المسافة ليست هذه المحاذات وإنما المحاذات أن تكون مسافة بين المحاذي والمحاذة به واحدة يعني إذا جعلنا المسافة ما بين مثلا قرن المنازل والكعبة نظرنا إلى ذات عرق نجد أنها نفس المسافة ولذلك ذات عرق يوازي ويحاذي ويحاذي قرن المنازل تماما هذا هو التفسير الصحيح للمحاذات فليس المقصود المحاذات الموازات وإنما المقصود بها أن تكون المسافة بين المحاذي والمحاذة به واحدة فمثلا المسافة ما بين الكعبة وقرن المنازل هي نفس المسافة ما بين الكعبة وذات عرق فيكون ذات عرق محاذيا لقرن المنازل وهذا لا ينطبق على جده لا ينطبق على جده مع أي من المواقيت ومما يؤكد هذا ما ذكرته من أن من يأتي بالطائرة ويريد أن يهبط في مطار جده لا بد أن يحاذي أحد المواقيت قبل وصوله للمطار ما عدا من أتى من أهل سواكم السودان فإنه يمكن أن يصل إلى جده من غير محاذات أي من المواقيت ولهذا نقول ليس للمحرم أن يؤخر ليس للحج أو المعتمر أن يؤخر الإحرام حتى يصل إلى مطار جده وإنما يلزمه أن يحرم وهو في الطائرة عند محاذات المقات الذي يمر به ويستثنى من ذلك من أتى من مدينة سواكم السودان فهؤلاء فقط هم الذين يجوزوا لهم تأخير الإحرام حتى يصلوا إلى مدينة جده أيضا من النوازل الإزار المخيط لبس الإزار المخيط للمحرم ما حكمه هذا الإزار المخيط هو إزار يشبه التنورة لتلبسها النساء محاطا من جميع الجهات أفتى بعض العلماء المعاصرين بأنه يجوز للمحرم لبسهم ولكن أكثر العلماء المعاصرين ومنهم مشايقنا في دار الإفتى رأوا أن هذا أنه يعتبر من المخيط وهذا هو الأظهر في هذه المسألة أن هذا الإزار المخيط أنه يعتبر من المخيط فهو صورة من صور المخيط بل هو سروال سراويل بلا أكمام هو سراويل بلا أكمام ويشبه ما ذكره الفقهاء السابقون من النقبة فإن النقبة لباس يلبسه الإنسان يتزر به محاطا من جميع الجوانب فهو يشبه هذا الإزار المخيط يشبه كثيرا النقبة التي اعتبرها الفقهاء من المخيط ثم إنه يحصل الترفه بهذا الإزار المخيط فالأقرب والله أعلم أن هذا الإزار المخيط المحاط من جميع الجوانب أنه لا يجوز للمحرم لبسه وأنه يعتبر من المخيط وعلى ذلك فالمحرم إذا أراد أن يحرم فيلبس الإزار المفتوح المعروف أما هذا الإزار المخيط فهو معتبر عند أكثر علماء المعاصرين من المخيط الذي يجب على المحرم أن يجتنب لبسه ويشبه ما ذكره الفقهاء السابقون من النقبة التي اعتبروها من المخيط أيضا من النوازل المبيت خارج منه عند تعذر المبيت بها وهذا كان يحصل في السنوات الماضية ربما هذه السنة قد لا يحتاج لهذه المسألة نظرا لقلة أعداد الحجاج بسبب ظروف جائحة كورونا لكن في السنوات السابقة كان يحتاج إلى هذه المسألة فإن منه لا تتسع للحجيج فيحتاج بعض الناس إلى أن يبيته خارج منه فإذا أتى الإنسان ووجد منه ممتلئة لم يجد له مكانا فيها فهل يسقط عنه المبيت بمنه يسقط عنه هذا الواجب أو أنه يلزمه أن يبحث عن أقرب مكان يلي منه فيبيته فيه قولان إلى أهل العلم والأقرب الله أعلم هو الثاني أو أنه يلزمه أن يبحث عن أقرب مكان يلي منه فيبيته في ذلك المكان لأنه بهذا يكون قد اتقى الله تعالى ما استطاع أشبه ما لو أتى المسجد الجامع يوم الجمعة ووجده ممتلئا فلا تسقطوا عنه صلاة الجمعة وإنما يلزمه أن يصلي في أقرب مكان يلي هذا الجامع يصلي ولو في الشارع ولو عند باب الجامع لكن لا تسقط عنه صلاة الجمعة هكذا أيضا إذا امتلأت ميناء بالحجيج فلا يسقط هذا الواجب وإنما يلزم الحاجة أن يبيته في أقرب مكان يلي منه لأنه يكون بهذا قد اتقى الله ما استطاع ولأنه كذلك يحقق مقصود الشارع من المبيت بميناء فإن مقصود الشارع هو أن يجتمع الحجاج في مكان واحد وأن يكونوا أمة واحدة والحجو إذا بات في أقرب مكان يلي منه حقق هذا المقصود الشارع فمثلا المخيمات أهاء مثلا تكون في مزدلفة فإذا لم يجد الحاج مكان له في ميناء هنا لا بأس أن يبيته في هذه المخيمات باعتبار أنه لم يجد مكان في ميناء لكن هذه المسألة ربما لا يحتاج لها هذا العام نظرا لقلة الحجيج لكن كانت تطرح في السنوات الماضية عندما كانت ميناء تمتلئ بالحجيج ولا يجد بعض الحجاج مكان لهم في ميناء هذه أبرز النوازل التي أردت الحديث عنها في هذا اللقاء وأوصي الإخوة الحجاج والمعتمرين بتقوى الله عز وجل وأن يحرصوا على أن يكون حجهم مبرورا فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وليحرص الحاج على أن يتفقها في مسائل وأحكام الحج وأن يسأل أهل العلم عما يشكل عليه من مسائله وأحكامه أسأل الله تعالى أن يتقبل من حجاج بيته الحرام حجهم وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين